بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بس سريعا عن اهم البرامج اللي ممكن يتعرف عليها ويستخدمها المهندس الكيميائي في مختلف التخصصات او الفروع جوه الهدسة الكيميائية. الفيديو ده بس مختصر جدا علشان انا بلاحظ ان في بعض الزملاء بيركز جدا بس على الاسبن هايسز مثلا الاسبن بلاس وخلاص هو يمتخيل نهض البرنامج الوحيد اللي ممكن يمفع معي. فعايزين بس نركز على فكرة انه اول نوع من البرامج اول عيلة من عيلة البرامج هي فعلا الكيميكال بروسوس سيميولاتورز من انها قدرى نعمل محاكاة لخط انتاج بالكامل اعمالية صناعية كيميائية بالكامل. زي الهايسز فعلا وزي الاسبن بلاس وزي كزا حاجة تانية. في لستة كبيرة من البرامج اللي ممكن تلاقيها تخدم معك اه تخصصات زي كده. دي مسلا صفحة توكيبيديا فيها لسته بكيميكال بروسوس سيميولاتورز هتلاقي فيها حاجات كتير. اشهرهم الاسبن بلاس حاليا اظن يعني والاسبن هايسز بعد منه. اه وفيه كزا حاجة تانية. اشعرف دي دابليو سيم وفيه كزا حاجة تانية موجودة. في رأيي الشخص ان انت محتاج على الاقل واحد منهم تكون متمكن منه وتكون فهمه وعارفه كويس. انا كنت زمان ذاكرت الاسبن هايسز وهو ده اللي انا مركز معاه. الاسبن بلاس اظن ان هو اقوى منه دلوقتي حاليا. او يعني الى حد ما حاليا الناس بتفضل اسبن بلاس. لكن انصحك دايما انت تكون معاك برنامج زي كده. فهمه كويس وتمكن منه. ومتدرب عليه مسلا عشر خمساشر مثال. يعني على الاقل تكون اخدت كورس مسلا من عشر محاضرات كل محاضرة فيها مثال معين تكون اتدربت على عمليات صناعية مختلفة. تقدر تعمل لها محاكة علي. اتفاقنا? في برنامج تانية بتكون جزء من زي مثلا حسابات الايكونوميكس مسلا حسابات اقتصاديات العملية الصناعية. فده مسلا برنامج عامله المؤلف بتاع الكتاب ده هو. استاذ دكتور هو عامل البرنامج ده اظنه مبني على الاكسل. علشان يقدر يحسب حسابات الاقتصاديات الصناعية. الهايسيز نسخة الحديثة منه بتعمل بروسوس الوحدة. بتعمل وايكونوميكس وحسابات اقتصادية وهوها كزا لوحدها. لكن هي في الاخر كله بيحاول دلوقتي يستخدم برامج تتدخل حتة الاقتصاديات العملية الصناعية جوه عملية السيموليشن. لكن الاصل دايما هو ان انت تعمل مجرد بس الايه? اللي ترسم البروسوس نفسها تعمل محاكاة وتشوف مثلا كمية الانيرجي المطلوبة الماتيريا اللي موجودة عملية الفصل اللي بتحصل ال 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 وهاكزا. تشوف كده البروسوس من اولا الاخيرة. مش مش ناس كتيبة تهتمل بعملية الاقتصاد يعني بشد يعني او بقوة. لكن بدأ يبقى فيها تمام في السنين الاخيرة يعني. في مرامج تانية بتدخل جوه المعدات. ممكن اعمل محاكاة للي بيحصل جوه المعدة. ما ما تعملش مع المعدة على ان هي مجرد كده مسلا ايه? وفيه بتحصل كان فيه امبوت فيه اضبط. لا انا ممكن ابص جوه زي هنا هوت كده. وقدر اشوف مسلا توزيع الحرارة اللي جوهر لما يكون عندي مثلا او مثلا ما يصير تبريد مسلا جوه مثلا اقدر اشوف عملية بتحرك ازاي اقدر اشوف مثلا الرياكشن بيحصل جوه فين الكونفيرجن جوه كل جزء من الرياكتور بيحصل في ايه? وهكذا. فممكن اشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه الرياكتور. ده برنامج كومسول اسمه برنامج مالتي فيزيكس يعني مالتي فيزيكس يعني بيدرس الطبيعة المختلفة للموايدي. ادري فهم الفليود مع الهيت ترانسفير مع الماس ترانسفير مواد بتتحرك بالديفيوجن مواد تانية بتتحرك مع حركة الامبلر مثلا جوه الرياكتور مواد بتبقى حاجات بتبرد حاجات بتسخن هيت بتتنقل من مكان لما كان من سيرفس لسيرفس من وال 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 وهكذا. فيقدر يفهمني اللي بيحصل جوه اللي ايه? في كذا برنامج مالتي فيزيكس وسأظن انه كومسول هو اشهر واحد فيهم لشغل الهندسة الكيميائية. برضو ده محتاج يعني ده سكة تانية. ده محتاج كرسات لوحده محتاج مزاكرة لوحده وبياخد وقت لوحده ما تتتعلمه وتتقنه يعني. فيه بعد كده الناس اللي بتحب ان هو هيكتب بقى المعادلات بنفسه بييده. يعني البرامج التانية اللي زي كده فيها يونتس جاهزة. انا ممكن ابعنده عندي كده آآ مثلا رياكتور وانا ادخل جوه منه وشترقمه بيانات عشان اقدر عمل محاكرة لرياكتور. جوه منه في يونتس سابت. اقدر ادخل بامب. اقدر ادخل آآ ديستريشن طاور. اقدر ادخل عندي كده كزا موديول سابت اقدر اشتغل عليهم. لكن فيه ناس بتحب تشتغل على الموديل بقى بالكامل. يبني بقى مجموعة معادلات رياضية معادلات تفاضلية يبنيها كلها علشان ويحلوهم مع بعض عشان يطلع نتائج منهم. ففيه كزا برنامج ممكن تستخدمه عشان يحللك معادلات مع بعضهم. طبعا من اشهرهم المتلاب. لكن فيه برامج تانية كثير فممكن تلاقي هنا على على ويكيبيديا آآ قايمة آآ برامج كتير لشغل الماثيماتيكستان انت هنستشتغل عليها. وفيه برامج مخصوص بتتعمل لشغل الهندسة الكيميائية وكده. لكن انا مش موضوعنا قوي انت اللي ناوي يدخل في السكة دي. بالاغلى بالعام مشرفه وحيوجهه ناحية معاهم البرامج. واغلى من الناس بتشتغل علامات لاب. فيمكن ده اشهر واحد فيهم يعني. طبعا برضه انصحك بالاكسيل. يعني محتاج تتعلم معارات اكسيل حتى عادي. يعني اكسيل من اجل الاكسيل. وبعد كده تتعلم زي تستخدم الاكسيل الانشنيرز على اليوتيوب. هتلاقي كزا سلسلة زي ما انت شايف كده قدام منك. وفيه سلسل بالانجليز وسلسل بعربي. فيه يعني اه اظن الدكتور محمد محمد ده اظن ان هو كان دكتور في احد الجامعات متهالف جامعة القاهرة لو يعني متذكر. كان عامل سلسلة قوية جدا عن الاكسيل. وبيرسم الوركشير قدام منك ويوريلك الحسابات وبيعمل كل حاجة. فحاجة ممائزة جدا يعني بصلاح. من ضمن الحاجات الجديدة اللي برضو طلعها هي الماشين ليرنينج. انه ناس تشتغل على كل بقى انواع الماشين ليرنينج جوه وشغل الارتفيشال نور نيتوركس والكلام ده كله. ليه? وتطبيقاته في مختلف المجالات من ضمنها مجال الهندسة الكيميائية. فانت مثلا لو كتبت على جوجل بوكس ومسلا على كتب جوجل. لو كتبت مثلا كيميكال انجينيرينج ماشين ليرنينج مثلا بوكس او كتبت ارتفيشال انتليجنس او كده هتلاقي كتب زي كده. كتب الزكاء الاصطناعي في الهندسة الكيميائية. التعلم الالة في الكيمياء. جزء منها هتلاقي كلام عن الهندسة الكيميائية. وهكذا. فكتب زي كده بدأت تدخل حديثا. بس تطبيقاتها البحثية لسه جديدة. يعني لسه موضوع جديد. فممكن تلاقي عليه مثلا مجموعة محاضرات او حاجة زي كده. يمكن عبارة ما تسمع ان شاء الله الفيديوهات دي تكون بدأت يبقى فيه محاضرات اونلاين كتير تنتشر. يبقى فيه حد بيشرح برامج معاينة تستخدمها عليها. تدخل مثلا على جوجل كلاب. مثلا تبتدي تدخل مثلا ارتفشل نوران نتورك كاملة تبنيها. تدخل لها انت الداتا بنفسك. ازاي تتعامل مع الداتا. لسه زي كده هو. بس ده برضو زي ما تفعله مجال تاني من المجالات الواصعة اللي بدأ يظهر حديثا. بدأت حتى بعد مشاريع التخرج الدكاترة مع الطلبة اللي بيدريسه هندسة كيميائية يجي في الباكاليوس كده مشاريع التخرج يديو له ايه مشاريع زي عارفشوها الانتليجنس او حاجة زي كده. فيه انوع تانية من البرامج بس عشان اختصارا يعني انا كل مرة اقول مش عايز اتقول والله للأسف الواحد بيتقول شوية. فيه ده كتاب جميل جدا موجود عن نت يعني على تحمله. بيشرح انوع تانية كتير للسوفتوير. يعني جزء من اللي اللي اتكلمت عنه وجزء برامج تانية. برامج ما مش عارف سلاف الامداد مثلا برامج البروداكت ديزاين كزا برنامج تاني. لعلها عسلا انت تلاقي ايه هويتك في برنامج من دول. زي ما اتفقنا مجموعة البرامج دي هي اداة قوية جدا لاي طالب عايز اتعلم مجل الهندسة الكيميائية. لان كل واحد منهم هيعلمك حاجة مختلفة. كل واحد منهم تطبيق على المعادلات والحسابات والارقام التي تدرسها في الكلية. وزي ما كلمتك قبل كده انه الدكاترة في الكلية يتمنوا ان هما يشرحوا البرامج دي. لكن بيبقى فيه صعوبة في الامتحانات. صعب ان هو يمتحنك على سوفتوير. فهو مضطر ان هو وفي نفس الوقت انت عشان تعرف تشتعر على سوفتوير لازم تتعلم حت شوية في الناحية اليدوية. لازم تتعلم تعمل مسلا على الاقل لألف فيه تتعلم الحاجات دي لانك ما ممكن تشتغل على سوفتوير وتغلط ومتبقاش عارف انك غلطان. السوفتوير يطلق لك نتائج انت تتهيق لك انها منطقية ومش منطقية ولا حاجة ان انت مش عارف انت بتعمل عليه ايه. دايما حتى بيشابهوه كده نوع من زي العربية الاوتوماتيك اللي انت محتاج تكون بتسوق عربية مانية ولا الاول عشان تفهم العربية الاوتوماتيك. هو الى حد كبير بيعندهم حق في النقاطية. ان انت محتاج تعرف اساسيات لكن الاغراق في ان انت يعني كتر المعادلات والاسباتات الرياضية والكلام ده بيبقى صعب جدا. سوفتوير جميل وفيه كزا برنامج سهل في تعلمه وسهل في استخدامها. اتفعنا? اه ده بس كانت مواحظة سريعة علشان محدش يتصور ان الدنيا بتوقف على الاسبن هايسز او الاسبن بلس. لأ في اه انواع كتير جدا من البرنامج تتعلمها. وزي ما قلت لك كل برنامج منه هيعلمك حاجة جيدة وهيخليك تطبق ان انت درسته حتى لو بعد ما خلصت كلها هخليك تطبق ان شاء الله انت درسته ويعلمك حاجة اكتر يعني احسن بازنه. تمام? نكمل بقى ان شاء الله الفيديوات الجامعة.